بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فنسأل الله جل وعلا علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً وأن يمنحنا الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل لا يزال الحديث في شرح هذه الرسالة المباركة المسمى بالوصية الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي رحمه الله رحمةً واسعة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدين والمسلمين والمسلمات في الرسالة السنية إلى الطائفة العدوية قال رحمه الله تبارك وتعالى والشيخ عدي قدس الله روحه كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشايخ المتبعين وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك وله في الأمة صيط مشهور ولسان صدق مذكور وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلهم كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبدالواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي وكشيخ الإسلام الهكاري ونحوهما وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منارهم وغالب ما يقولونهم في أصولها الكبار جيد مع أنه لا بد أن يوجد في كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة كأحاديث لا تثبت ومقاييس لا تطرد ما يعرفه أهل البصيرة نعم لا يزال الشيخ الإسلام بن تيمية وهو يوجه رسالته إلى الطائفة العدوية يبين لهم حال الشيخ المتبوع وهو عدي الذي الشيخ عدي الأموي الذي كان له من الحال من صلاح معتقده ونشره للعلم الصحيح مع تنسك وعبادة وزهد وورع بما أنصف فيه المصنف رحمه الله بذكر ما عليه من حال من مناقب عددها من أحوال الأحوال الزكية والمناقب العلية وهو من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشايخ المتبعين والمهم أيضا فيما وصف به شيخ الإسلام الشيخ العدي الأموي أنه صاحب عقيدة لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين ساروا على عقيدة صحيحة لم يخرجوا فيها عن الأصول الكبار من أصول أهل السنة والجماعة وهذه تزكية من الشيخ للشيخ عدي ومن كان قبله من المشايخ الذين ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغالب ما يقولونه في أصولها الكبار جيد مع أنه لا بد أن يوجد في كلامهم وكلام نظائرهم من المسائل المرجوحة والدلائر الضعيفة والأحاديث التي لا تثبت والمقاييس التي لا تضطرد ما يعرفه أهل العلم والنظر والبصيرة من علماء الأمة ولا يقدح ذلك في عقيدتهم لأنه ما يسلم أحد كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله تبارك وتعالى وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما المتأخرين من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما ويميزوا صحيح الأحاديث وسقيمها ويميزوا صحيح الأحاديث وسقيمها وناتج المقاييس وعقيمها مع ما ينضم إلى ذلك من غالبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلّض الاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب قوة الجهل والظلم الذين نعت الله بهم الإنسان في قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً فإذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال وقد قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ نعم كلٌّ يُؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك عن جماعة من السلف كالإمام مالك من أنس إمام دار الهجرة ونقل عن غيره وهو الأصل والصحيح الأصل الذي يتمسك به والعقيدة التي يعتقدها الإنسان في أنه ليس هناك من أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فالذي عصمه الله جل وعلا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يبلغ رسالة ربه وهو الذي وصفه الله جل وعلا وقال عنه وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْهُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى ولذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم حق ولا يجوز أن يُترَكَ شيءٌ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وما عدى الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته من بعده كلٌّ يُأخذ من قوله ويترك وكلٌّ يُأخذ من قوله ويرد وهذا منهج السلف في أنهم حتى العلماء الكبار في أنهم لا يعتقدون في قولهم أنه الحق المطلق كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال قال إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وقال مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه كلٌّ يُأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي سار عليه سلف هذه الأمة واعتقده علماؤها وعامتها أنه كلٌّ يُأخذ من قوله ويترك فلا يُقدح في العالم أن عنده خطأ أو زلة وإنما يُحكم عليه بعموم ومجمل معتقده وعمله وإلا فليس هناك بمعصوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيها يقع عليهم الخطأ والتأويل الخاطئ والفهم الخاطئ يقع على كل أحد حتى ولو كانوا من كبار العلماء فإنهم يُصيبون ويُخطئون يُصيبون ويُخطئون ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاف له أجراً وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر دل ذلك على أن العالم والمجتهد قد يُصيب وقد يُخطئ وأنه ولو أخطأ ولكن عن اجتهاد وبدل للوسع في الوصول إلى الحق في مسألة من المسائل ثم أخطأ عينها عين الصواب فإنه مأجور مأجور على ماذا؟ ليس على الخطأ وإنما مأجور على اجتهاده وعلى بدله وسعه في الوصول إلى الصواب فإن وصل وأصاب الصواب فله أجراً وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد وبدل الوسع في الوصول إلى الصواب فليس من شرائط المجتهد أو العالم أن يكون قوله في كل أمره صواباً قد يُخطئ قد يُخطئ في معتقده وفي طريقته وفي منهجه في مجمل أمره فيُحكم عليه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنهم لم يخرجوا هؤلاء المشايخ في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة بل كان لهم من الترغيب والدعاء والدعوة إلى هذه الأصول وأصول أهل السنة والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع تدين وفضل وصلاح وأيضاً ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منارهم بما يقولونه في أصولها الكبار فحكم عليهم بأنه جيد ولو وقع منهم ما يقع من الخطأ الذي لا يسلم منه العالم والمجتهد ثم قال إن هذا يقع في الأوائل من الأمة فكيف بالمتأخرين من يأتي بعدهم فإنه في وقوع ذلك فيهم أكثر لأنهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ينضم مع ذلك غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلض الاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق فإن من أعظم الأسباب التي توجب توجب الخطأ والوقوع في الإعراض عن الصواب والحق الظلم والجهل كما قال الله جل وعلا وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا كل جنس الإنسان في خسارة هذه صورة عظيمة صورة العصر قال عنها الشافعي رحمه الله لو لم ينزل الله إلا هذه الصورة للناس لكفتهم يعني حجة عليهم لكفت حجة عليهم لو لم ينزل الله جل وعلا إلا هذه الصورة لكانت كافية في إقامة الحجة على الخلق رسولاً مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فإذا كان المتأمل في هذه الصورة يعلم أن الله جل وعلا أقام بها الحجة على على سائر البشر على جنس الإنسان والعصر قسم من الله جل وعلا يقسم بالعصر ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس للمخلوق إلا أن يقسم بالله أو بأسمائه أو بصفاته وليس له أي للمخلوق أن يقسم بمخلوق لا بنبي ولا بملك ولا بولي ولا بشجر ولا بحجر ولا بأمانة ولا بغير ذلك القسم الحلف لا يكون القسم واليمين لا يكون إلا بالله جل وعلا وبأسمائه وبصفاته أما الله جل وعلا فله أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته وإذا أقسم الله جل وعلا بشيء من مخلوقاته دل على شرف هذا الذي حلف الله به وأقسم عليه وعلى مكانته والله جل وعلا أقسم بالعصر والعصر وهو الزمن والوقت والعصر إن الإنسان هذا جواب القسم إن الإنسان لفي خسر يقسم الله والدليل على عظم المقسوم عليه أن الله جل وعلا قدم بين يدي هذا المقسوم به المقسوم عليه بالمقسوم به في القسم والقسم تمهيد لما يأتي من بعده من عظم شأنه وهمية التنبه إليه والتنبيه إليه والعصر إن الإنسان لفي خسر هذا جواب القسم جنس الإنسان في خسارة كل الإنسان كل الناس في خسارة إلا إلا هذه أداة استثناء هناك مستثناء من الخسران من هم يا رب من اتصف بأربع صفات إلا الذين آمنوا الصفة الأولى الإيمان أنهم آمنوا بالله والصفة الثانية وعملوا الصالحات إيمان ثم عمل إيمان ثم عمل بالصالحات بالأعمال الصالحات وتواصوا بالحق هذه الثالثة تواصوا بالحق الذي هو الذي هو الدين الذي أنزله الله جل وعلا تواصوا يعني أوصى بعضهم بعضا بالتمسك بهذا الدين يتواصون فيما بينهم يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر يدعون إلى الخير وإلى الهدى وإلى النور هذا هو التواصب الحق التواصب الحق هو بيان الحق للخلق والإرشاد إليه وهداية الخلق إلى ذلك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية الدلالة والإرشاد والبيان والدعوة إلى ذلك وحث الناس على الخير هذا من التواصي بالحق والرابعة وتواصوا بالصبر تواصوا فيما بينهم بالصبر على التواصي بالحق لأن التواصي بالحق يحتاج إلى صبر يحتاج إلى مصابرة يحتاج إلى تحمل ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة ربه أن يصبر قال الله واصبر واصبر ثم ذكره الله جل وعلا بما كان من حال الأنبياء أولي العزم من الرسل من قبله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل كما صبر أولو العزم من الرسل فلابد من الصبر والتحمل فهذه الأربع هذه الأمور الأربع هي أسباب النجاة من الخسران أسباب النجاة من الخسران قال الله جل وعلا واجعلنا منهم أئمة أئمة بما نال الإمامة في الدين وهداية الناس وتوجيههم يهدون بأمرنا لما صبروا لابد من الصبر لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين لقول الله جل وعلا وجعلنا منهم أئمة أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تبارك وتعالى وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان وذلك في دواوين الإسلام المعروفة مثل صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن مثل سنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي وموطئ مالك ومثل المسانيد المعروفة كمثل مسند الإمام أحمد وغيره ويوجد في كتب التفسير والمغازي وسائر كتب الحديث جملها وأجزائها من الآثار ما يستدل ببعضها على بعض وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب عقائد أهل السنة مثل حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم في طبقتهم مثل حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم في طبقتهم ومثل ما بوب عليه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم في كتبهم ومثل مصنف أبي بكن الأثرم وعبد الله بن أحمد وأبي بكن الخلال وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي بكن الآجري وأبي الحسن الدار قطني وأبي عبد الله بن منده وأبي القاسم اللالكائي وأبي عبد الله بن بطة وأبي عمر الطلمنكي وأبي نعيم الأصبهاني وأبي بكر البيهقي وأبي ذر الهروي وإن كان قد يقع في بعض هذه المصنفات يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الطائفة العدوية وهو يبين لهم ما يجب من الاعتقاد والفهم والعمل ذكرهم قال أنتم تعلمون أصلحكم الله هذا دعاء لهم بالصلاح وهذا مما يفتح مغاليق القلوب ويجعل المنصوح يقبل النصيحة ويحتدي بها ويعلم أنها من ناصح ومن مشفق ومن مريد للخير فيتقبلها بقبول حسن فتقع موقعها وتؤثر في قلبي المنصوح وهذا من دلائل صدق الناصح من دلائل صدق الناصح الحرص على أن تقع النصيحة في قلب المنصوح موقعا طيبا وأن تؤثر فيه الأثر الحسن شفقة ورحمة بالمنصوح لا تعاليا ولا استكبارا ولا إظهارا لنفسه على غيره وإنما إرادة الخير للخلق هذه سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن سار في دربهم واقتفى أثرهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فهذه الرأفة والرحمة تكون في قلوب أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ممن يبينون الحق للخلق ويكون بذلك مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم يريدون من نصحهم وبيانهم ودعوتهم وإرشادهم أن يقع ذلك الموقع الحسن في قلوب المنصوحين والذين توجه لهم هذه الدعوة وهذا البيان وهذا ما سار عليه شيخ الإسلام رحمه الله فإنه أكثر من الدعاء لهذه الطائفة ومن يصل إليه هذا الكتاب وأيضا أنه يذني عليهم بما هم أهله ويذني على أيضا شيخهم والمتبوع فيهم بما هو أهله فقال أنتم تعلمون وهذا من معرفة قدرهم وأن الذي ينبغي على الداعية والعالم والناصح أن يعرف قدر من ينصحه وأن ينزله منزلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب فبين له النبي صلى الله عليه وسلم مكانتهم وقدرهم في أنهم أهل كتاب وهذا شرف لهم أنهم من أهل الكتاب وليسوا أميين وإنما هم من أهل الكتاب فقال أنتم تعلمون أنتم تعلمون ثم دعا لهم بالصلاح أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل وصدق رحمه الله هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه سواء في الاعتقاد أو في العبادة أو في الأخلاق والسلوك وسائر أمور الديانات وكان هذا ولله الحمد أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والتقريرية والعملية محفوظة قد انبرى لها علماء نصحة وأئمة مشفقون حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الله بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل كتب الصحاح كصحيح البخاري الذي ليس على الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب البخاري وكتاب مسلم تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول وهما أصحوا كتابين بعد كتاب الله جل وعلا وحوى الصحيح صحيح البخاري ومسلم جملة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع من ضاف إلى ذلك من كتب السنن كسنن أبي داود والنساء ومجامع الترمذي وموطأ مالك وغيرها أيضا من المسانيد كمسند الإمام أحمد وغيره وكذلك بما جاء في كتب التفسير كتفسير الطبر وتفسير بن كثير وغير هذه الكتب الكبار الذي حوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتب المغازي وغيرها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تبارك وتعالى وإن كان قد يقع في بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قسمان منها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز أن يقال فضلا عن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني من الكلام ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس ويكون حقا أو مما يسوغ فيه الاجتهاد أو مذهبا لقائله فيعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن محمد ابن علي الأنصاري وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي وهي مسائل معروفة عمد بعض الكذابين وجعل لها إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من كلامه وهذا مما يعلو من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقا لأصول السنة وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقا لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يحكم بأنه مبتدع مثل أول نعمة أنعم الله بها على عبده فإن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل السنة والنزاع فيها لفظي لأن مبناها على أن اللذة التي يتعقبها التي يتعقبها ألم هل تسمى نعمة أم لا وفيها أيضا أشياء مرجوحة فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب فإن السنة هي الحق دون الباطل وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا نعم لا شك أن السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظت حفظها الله جل وعلا بما قيض به من أئمة أعلام دونوا السنة في المسانيد والصحاح والسنن وكتب التفسير والمغازي وغيرها التي حوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يمنع هذا من وقوع بعض الأحاديث الضعيفة في بعض هذه المصنفات فإن ما عدا صحيحي البخاري ومسلم الذين تلقتهما الأمة بالقبول يقع فيها بعض الأحاديث الضعيفة سواء كان ذلك في أبواب الاعتقادات أو في غير ذلك من أبواب الدين كالعبادات أو الأخلاق أو السلوك وربما كان بعض هذه الأحاديث مكذوبة أيضاً وموضوعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة على قسمين القسم الأول كلام باطل لا يجوز أن يقال فضلاً عن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس فيه صحة لا سنداً ولا متناً بل هو منكر السند ومنكر المتن باطل كلام باطل في متنه ومحتواه ومضمونه فضلاً أيضاً عن بطلان سنده واتصاله ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضاً موجود لكن ذلك يعرفه كل أحد له اطلاع على العلم ومعرفة بأصول الدين لا يقبل مثل هذه الأحاديث لأنها واضحة الكذب مثال ذلك ما يرويه الرافضة فيقولون يرون يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يقول ذلك صلى الله عليه وسلم أنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أنا الميزان وعلي كفتاه والحسن والحسين لسانه أو لسانه هذا باطل لا يصح متناً ولا سنداً فهذا من جملة الكذب على رسول الله عليه وسلم أو يقولون إن الله جل وعلا تنزه الله عما يقولون ينزل عشية عرفة فيصافح بيده أهل الموقف ويرون ذلك حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام باطل لا يجوز أن يقال فضلاً عن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثاني ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس ويكون حقاً يعني المتن مقبول مقبول كمعنى المتن والحديث معنى مقبول أن يقال وتقبله العقول والقلوب لأنه حق لكن لا يصح حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس ويكون حقاً أو مما يسوق فيه الاجتهاد أو مذهباً لقائله فيعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث هذا هذا وإن كان المعنى صحيح أي هذه الأحاديث يكون معناها صحيح لكن لا تصح حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك ما يقوله بعض الناس وهو معنى صحيح حب الوطن من الإيمان بعض الناس ينسبه حديثاً ولا يصح حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد حديثاً يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلف حب الوطن من الإيمان لكن المعنى صحيح حب الأوطان الوطن الإسلامي حبه إيمان وقربه وطاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد فهذا الحب للوطن حب شرعي وإذا كان حبا شرعيا فهو من الطاعة وإذا كان من الطاعة فهو من الإيمان فهو من الإيمان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المدينة كما قال أنس إذا أبصر النبي صلى الله عليه وسلم جدران المدينة وقد عاد من غزو أو سفر أوضع ناقته وإذا كان على دابة الحركة قال أنس لحبه لها فكان يحب المدينة صلى الله عليه وسلم فهذا الحب إيمان لكن هذا من جهة المعنى أنه صحيح وسليم لكن ننظر هل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول ليس بحديث لأنه لا نجد له سند صحيح يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي عناه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله القسم الثاني من الكلام ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس ويكون حقا ومن ذلك المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علي الأنصاري وجعلها محنة يفرق فيها بين السن والبدعي والله أعلم بهذه المسائل التي ذكر شيخ الإسلام لأنه قد طلع عليها فيما يظهر ورآها لكن أنا لا أعلمها وليس لي طلاع عليها ولكنها جعلها محنة مسائل معروفة قام بعض الكذابين وجعل لها إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كذب وافتراء بمثل أول نعمة أنعم الله بها على عبده وغيرها من المسائل التي ذكرها وإن كانت في أصلها معنى صحيح لكنها ليست حديثا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تبارك وتعالى قال فصل وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجاف عنه والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر إما إفراط فيه وإما تفريط فيه وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه حتى مرق منه كما يمر قسه من الرمية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المارقين منه فثبت عنه في الصحاح وغيرها من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف وأبي ذرن الغفاري وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ورافع بن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وغير هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهو من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفي رواية شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه وفي رواية لو يعلموا الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قاتلهم هو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحضيظه على قتالهم واتفق على قتالهم جميع أئمة الإسلام وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين وخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدأ المخالفة نعم دين الله جل وعلا وسط وهذا أمر متقرر في كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا هذا الوسط هو دين الله وهو شرع الله وهو صراط الله وهو حبل الله وهو دين الله فمن زاغ عنه ذات اليمين أو ذات الشمال فقد خالف أمر الله وخالف شرع الله وخالف مراد الله جل وعلا من عباده والشيطان لا يبالي بأي الأمرين ضفر سواء كان بذات اليمين أو بذات الشمال سواء كان بالغلو أو كان بالتفريط المهم أن يزيغ العبد المهم عند الشيطان أن يزيغ العبد عن جادة الوسط عن الدين الحق عن الهدى والنور زاغ غلوا بالزيادة بالزيادة فغلى في دين الله أو فرط وقصر وجفى في ذات الشمال فأصبح مفرطا مقصرا أي الأمرين وهذه قاعدة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فإن الشيطان لا يبالي بأيهما ضفر إما إفراط وإما تفريط المهم ينظر الشيطان إلى هذا العبد إلى أي الأمرين يمين فإذا رأى فيه اجتهاد وحرص جاءه من طريق الغلوب حتى يخرجه من الدين وإذا رأى فيه جانب التقصير والكسل والضعف جاءه من باب التفريط حتى يكسل ويترك دين الله جل وعلا أما دين الله الحق وهو الهدى والنور وهو حبل الله المتين وهو دين الله وهو شرع الله وهو مراد الله من عباده فهو الوسط بلا غلوم ولا جفاء بلا إفراط ولا تفريط وكلا 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 الأمرين من الغلوب والجفاء والإفراط والتفريد ذميم مذموم على لسان الشارع وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل الله من أحد سواه فقد اعترض الشيطان على أناس بل قال كثيرا مما ينتسب إلى هذا الدين حتى أخرج من هذا الدين أخرج طوائف من عباد هذه الأمة ومجتهديهم في عبادة في عبادة حتى مرقوا عن هذا الدين وعن بذلك الخوارج الخوارج عندهم كثرة عبادة وطاعة وقيام للليل وقراءة للقرآن وللحديث يأخذون من الليل ما لا تأخذون كأن على جباههم كركب الإبلي من كثرة السجود تحقرون يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لمن للصحابة الذين هم أكثر الأمة اجتهادا في طاعة الله قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم لكن يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يمرقون المرق هو الخروج بسرعة كما يخرج السهم بسرعة من الرمية فخروجهم بالغلو من الدين خروج سريع نسأل الله السلامة والعافية الله جل وعلا ما أراد منا غلوا ولا تفريط وإنما أراد مننا اقتصاد في طاعة مع التزام بالمنهج الصحيح من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اجتهاء اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة نحن أمة نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة بالحنيفية السمحة جاء نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن حاله حتى يجتهدوا بمثل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن حاله فوجدوا أنه صلى الله عليه وسلم يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ويأكل اللحم فتقالوا ذلك نسأل الله السلام والعافية وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر لهم ما تقدم من دنبه وما تأخر فليس بحاجة إلى مزيد عبادة لكن نحن بحاجة أن نكون أكثر من الرسول عبادة نسأل الله السلام والعافية انظر كيف وصل بهم الشيطان من الانحراف أنظنوا أنهم يسلكون طريقا هو خير من طريق النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله يقول لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مغفر له وإلا فهو الطريق الصحيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله الرسول أتقى خلق الله أجمعين لله رب العالمين قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنا أتقاكم لله وأخشاكم له ليس هناك أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم من أحد من الناس ولا أخشى لله منه فجاءوا وقالوا قال أحدهم لا أصوم ولا أفطر يصوم الدهر كله وقال الآخر أقوم ولا أنام أقوم بالصلاة كل الليل أقوم كل الليل ولا أنام وقال الآخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج ينبت ويصبح بلا زواج وقال الآخر في رواية أخرى لا أكل اللحم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني اسمع أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان ليس من النبي يكون مع من؟ الذي ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع هدي من؟ هدي الشيطان وطريق الشيطان وسبيل الشيطان ليس هناك طريق حق وصواب غير الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يكون الإنسان على جادة وطريق وسبيل غير سبيل وطريق وجادة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حق وخير وهدى لا يمكن أبدا فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن هذا حالهم وهم القوارج بل حفز وحض النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة له الأجر العظيم بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه لَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ فَقَدْ لا قتل عاد إيش معنى قتل عاد يعني استئصال لهم جميعا لا يبقي منهم أحد ولا يذر لا يبقي منهم أحد ولا يذر لأنهم شرُّ أديمي شرُّ قتل تحت أديم السماء شرُّ قتل تحت أديم السماء لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لَنَكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ لَتَّكَلُوا عَلَى هَذَا الْعَمَلِ الذي هو القتال لهم ونكلوا عن سائر العمل لعظام الأجر المترتب على قتالهم وقتلهم والقضاء عليهم واستئصال شأفتهم وتخليص الأمة من شرهم وهؤلاء هؤلاء يا عباد الله موجودون إلى اليوم وَلَنْ يَهْلِكُوا حَتَّى يَلْحَقَ آخِرُهُمْ بِالدَّجَّالِ كلَّمَا هَلَكَ مِنْهُمْ قَرْنِ خَرَجَ قَرْنِ حَتَّى يَلْحَقَ آخِرُهُمْ بِالدَّجَّالِ وجدناهم وهم اليوم أشد الناس على المسلمين كجماعة داعش هذه جماعة خارجية معتقدهم معتقد الخوارج استباحة دماء المسلمين وتكثيرهم والخروج على أولاة أمرهم هذا هو معتقد الخوارج هذا هو الغلو في دين الله جل وعلا أنهم يرون أنفسهم هم أهل الإسلام والباقون كفار يرون الباقين كفار فيستبيحون دماءهم وأموالهم وأعرابهم ولا يرون لهم حرمة ولا حقا سبحان الله هؤلاء وإن صلّوا وإن صاموا وإن حفظوا القرآن وقرأوه وأقرأوه لا ينفعهم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال تحقرون ما قالت يقرأون القرآن ويصومون ويصلون كما تصلون وتقرأون لا لا ليسوا كحال حتى الصحابة بل أعظم وأشد لكن لا ينفعهم هذا قال لَإِن لَقِيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ أَيْنَمَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ لَإِن لَقِيْتُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَعَاتِ خَرَجُوا مِنْ دِينِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى أوضح صفاتهم وأبرز وأبرز ما هم عليه لمعرفة أنهم خوارج الخروج على ولاة الأمور تكفير الحكام وأولاة الأمور والخروج عليهم وعدم وعدم السمع والطاعة لهم فخرجوا على ولاة الأمور كل طائفة وعدد من دولة إسلامية يخرج يكفر ولي أمره ويخرج عليه ولا يسمع له ولا يطيع ينزع يده من طاعة ولي الأمر وينقض بيعة الإمام ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية لكنهم يبايعون خليفة لهم يقول هذه بيعة هذه ليست بيعة أنت ما بيعت إلا بعد أن نقضت بيعة إمامك وولي أمرك فإذا نقضتها فأنت إذا ميت ميتة جاهلية ومن نقض بيعة الإمام من نقض بيعة الإمام لقي الله يوم القيامة ولا حجة له لما نقض أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية جمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بنيه وحشمه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب يوم القيامة لكل غادر اللواء يقال هذه غدرة فلان بن فلان ألا وإني أنهاكم عن نقض بيعة هذا الإمام أو هذا الأمير فمن نقضها منكم فهو الفيصل بيني وبينه نهاهم وهو بن عمر من أعظم صحابتي تمسكا بهدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن نقض البيعة ولو كان ما كان منه من ظلم أو جور أو أخطاء أو سفك للدم قال إن نقض البيعة غادر وينصب لكل غادر اللواء قال هذه غدرة فلان بن فلان ومن فعل ذلك يقول لبنيه لأولاده فهو الفيصل بيني وبينه يعني أقاطعه وأهجره لأنه جاء بشيء عظيم فهذا حال الخوارج نسأل الله السلامة والعافية غدروا غدروا ونقضوا بيعة أولاة أمورهم وقالوا فيهم بالكفر وأنهم كفار فاستباحوا الدماء واستباحوا الأموال ومسبة المسلمين ولعنهم وطعنهم والطعن فيهم حتى أنهم يقولون في أهل الإسلام ما لا يقولونه في أهل الكفر والشرك ولذلك أيضاً مما صح النبي صلى الله عليه وسلم قوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وهذا مشاهد اليوم هؤلاء الخوارج سهامهم وعداؤهم وتوجيه حربهم على المسلمين لا على الكفار والمشركين سلم منهم الكفار وسلم المشركون منهم ولم يسلم منهم المسلمون بل استباحوا الدماء والأعراض والأموال فضلاً عن السب والطعن فيهم وإرادة الشر لهم قاتلهم لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قاتلهم علي رضي الله عنه وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتفق على قتالهم جميع أئمة الإسلام وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين هذا شعار الخوارج وهذا شعار من خرج خرج على المسلمين شعاره مفارقة جماعة المسلمين فإن من فارق الجماعة فإن من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض هو إرادة الشيطان أن يخالف المسلم جماعة المسلمين فيخرج على جماعة المسلمين ويخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته إلى الهوى وفيضل ويضل نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تبارك وتعالى ولهذا قاتل المسلمون أيضا الرافضة الذين هم شر من هؤلاء وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر ويكفرون من يقول إن الله يرى في الآخرة أو يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها فإنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون على الخفين ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع النجم ويجمعون بين الصلاتين من غير عذر ويقنتون في الصلوات الخمس ويحرمون الفقاع وذبائح أهل الكتاب وذبائح من خالفهم من المسلمين لأنهم عندهم كفار ويقولون على الصحابة أقوالاً عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا إلى أشياء أخر فقاتلهم المسلمون بأمر الله ورسوله نعم كذلك ممن من خرج عن جادة الوسط وعن شرع الله وعن دين الله الرافضة بل عدهم شيخ الإسلام شر من الخوارج قال الذين هم شر من هؤلاء يعني شر من الخوارج وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين بل يكفرون أول ما يكفرون يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان ويقولون إنهم خانوا وظلموا وبغوا في تولي الخلافة قبل علي فيكفرونهم ويزعمون أنهم هم فقط المؤمنون وأن من سواهم كفار يكفرون من يقول إن الله يرى في الآخرة صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة